انت جاي ولا رايح طب ممكن توقب تيه؟ عايز نتعرف عليه سلام عليكم احنا دلوقتي بعد الفتار بحوالي خمس دقايق الراجل الطيب ده اتماسك عربية البطاطا ومش عارفين هو رايح فين وجاي منين هنتعرف عليه وبعدين نسأله السؤال اللي احنا متعودين عليه سلام عليكم اسم الكريم ايه؟ محمد زك عم محمد انت منين يا عم محمد؟ من هنا من مصر من مصر؟ بشتيل طيب انت دلوقتي معاك عربية البطاطا بتاعتك ليه؟ اكل عيشك ورايح ولا جاي يعني انت دلوقتي احنا خلال رايح رايح تشتغل رايح تنصب يعني على النوع خايب احنا برنامجنا عم محمد اسمه حلم شعب في فعل خير اه بنسأل سؤال مكوم من جزئين لو جاوبت على السؤال بتاخد الجايزة بتاعتنا سؤال من القرآن انت بتغير القرآن الاول ولا لا؟ الحمد لله الحمد لله ما انت كفاء ان اسمك محمد؟ عليه الصلاة والسلام رسول العالمين عم محمد السؤال اللي احنا هنسأله لك سؤال في الدين اه تعرف يعني تعرف في الدين وصور الانبياء وكده؟ بسم الله اعرف الفتحة تعرف الفتحة؟ اه بسم الله ان شاء الله طيب بلاش يا سيدي نسألك اسئلة صعبة وربنا هيسر عليك قول لي اسم زوجتين اتنين من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام اتنين السيدة خجيجة رضي الله عنها وارضها والسيدة فاطمة فاطمة دي بنته السيدة حليمة لا كانت بتقول ادعية لنساء الصحابة والاحاديث السيدة خجيجة لو ما عاربتش اخليه اشترك ما اكفيك السؤال وكفيك جايسة ماشي؟ السيدة خجيجة انا اعرف السيدة خجيجة السيدة خجيجة انت قلت سيدة خجيجة ايدي دي الزوجة الاولى للرسول كويس؟ اه انت عارف ايه بقى؟ طيب احنا ممكن نخلي حد يشترك معك في الجايزة بقى ان الراجل دي ايل برضو انا عايز اتعرف عليك الاقوة السيدة حسين صبحي السيدة عم حسين كلو سنة ونت طيب ونتبقى الف صحة طيب احنا كنا بنساء لام محمد وهو جاوب على اول نص السؤال قال السيدة خديجة الزوجة التانية بقى ايه؟ لا السيدة زينب بنتجاحشه وطبعا السيدة عائشة اه والسيدة عائشة والسيدة خديجة ده كفاية ده كفاية ده كفاية ده كفاية دعنا بقى في سؤال بقى تاني ليه كنتم الاتنين يعني هو السؤال بيبقى مقسوم الاتنين كويس؟ سورة الكهف نعم سورة الكهف عارفها ام محمد عايز اية واحدة من سورة الكهف اية واحدة بس من سورة الكهف بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نجيب مسألة بتذكر بس بتذكر فيها كذا قصة فيها قصص كتير بس بحاول افتكر مسأل قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدة قال انك انت استطيع معي صبرة وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة قال ستجدني ان شاء الله صابرا وانا اعصي لك امره انا عايز اعرف الله يفتح عليك الله مصلى على النبي اسم الكريمي ايه حسين عم حسين انت كويس ان انت اجبتها من النص يعني ما جبتريش ايها من الاول مين اللي كانوا بيكلموا بعض دول عم حسين ده كان سيدنا موسى عليه السلام وكان سيدنا الخطر الله يفتح عليك وكانت القصة ان سيدنا موسى عليه السلام قال ان هو اعلم اهل الارض فربنا قال له لا ان ربنا خلق عبد هتلاقي اعلم منك فاذهب الى مرش البحرين يلتقيان هتجد عبد من عبادنا اثانا وحكما وعلما فايا عم حسين الله يفتح عليك الله يفتح عليك افتح الزرف دوت بعد اذنك نعمة بالله واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة الف جنيه عايز اسمت ربنا باسمت الحق ولا لا عادي اسمت ربنا ايه المشكلة انت انت تاخد سبعمائة جنيه وعمى محمد ياخد تلتمائة جنيه عشان جاوب نص سؤال ما فيش مشكلة اهو راضي راضي يا عم والله ولو عاوزن كلوه ايه يا عم حلال عليك ده مال لربنا بس هو عم محمد كان مخطوف انا خطفته هو ماشي بالعربية او انا خطف لا لا تخطأ انت كنت متؤكد ان انت تكسب الدرواتي ده رزو ربنا سبحان الله هتعمل بيهم يا عم انا يعني لو قلت لك اخدوا المصارب بيتي ما كلنا هبناخد الفلوس للمصارب بيدي عشان نزف على عيه لا انا فعلا دي مصاروف ولادي سبحان الله سبحان الله يا عم ده مال ربنا وبيحنا كلنا اسباب لبعد يلا عم محمد توم ربقى حاجة هبوس بقى عشان انت ممكن تروح ايه ما تشتغلش النهاردة بالعربية البرنامج ده ايجي على قناة دريم بيجي قبل الشعراوي كل يوم في رمضان قبل سيدنا الشعراوي قبل الشعراوي على طول بخمس دقايق بيجي ستة وتلتة هي مفيش اللدنيم واحدة اللي هي الزرقة دي الزرقة اه تمام بعد بكرة اه ماشي ده كان سؤالنا وده دي الحلقة خلصت انا كنت مقابل عم محمد بالبطاطا ديت وبعد كده عم حسين انقاذه حلم شعب وفعل خير ده مال الله وبيروح لعباده السلام عليكم